بسم الله الرحمن الرحيم رب يشرح لي صدري ويستر لي أمري وحل العقدة من لساني يفق وقولي صدق الله العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج ناس من ماس الحقيقة في هذا الجو القارص شديد البرودة اللي الناس كلها تحت البطاطين وكلها يعني في حالة يعني خوف من الواحد يطلع بره ياخد لفحة هوا بسيطة وانا حاجة بنلاقي قوات رجال القوات المسلحة المصرية البواسل على الحدود يعني بتنتشر صور على المواقع التواصل الاجتماعي للمجند اللي واقف على الحدود في سنت كاترين بيحوطه التلج من كل ناحية الحقيقة دي صورة تستحق أن نرفع القبعة تقدير واحترام وإجلال لهؤلاء البواسل الذين يحمون أمن مصر واستقرارها في نفس الوقت بالله رجال الشرطة في الشوارع الحقيقة جماعة إحنا لازم نكون نعطي ننسب الفضل لأهله لإني من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى فتحية شكر من البرنامج لكل جندي سواء كان في القوات المسلحة أو في الشرطة المصرية لكل رجل أمن يقف يحرص الناس وهم نيام تحت البطاطين في هذا الجو القارص استوقفني أيضا المملكة العربية السعودية فيها حاجة غريبة جدا رغم أنها نسبة الصحاري في المملكة العربية السعودية من أكبر الصحراء الموجودة ويمكن الميا نادرة شوية فيها مش كتير زينا كده لكن استوقفني النشاط الزراعي الموجود في المملكة العربية السعودية الحقيقة النشاط يستحق أيضا يعني التقدير والاحترام في وسط أجواء كورونا وسط حالة الرعب والهلع ويمكن حضراتكم كلنا متابعين المملكة العربية السعودية أغلاقت الطيران للخارج والداخل ما فيش لحد بيروح ولا بييجي علشان الخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد خلونا نشوف عملت إيه السعودية في هذه الأجواء وسط أجواء الرعب دي عملت إيه السعودية 1665 1665 قافلة إرشادية زراعية تخيلوا حضراتكم الرقم 1665 قافلة زراعية إرشادية بتجوب المملكة العربية السعودية للتعريف بالزراعة وعلشان المزارعين يقدروا أنهم يتعاملوا وإزاي يحافظوا على الزراعة بتاعتهم في هذه الأجواء بالإضافة أنهم عملوا منصة هذه المنصة خاصة إلكترونية طبعاً من المملكة بتسير التكنولوجي بشكل كبير جداً جداً ومن فترة طويلة فهم بيستخدموا التكنولوجيا في الزراعة هذه التكنولوجيا عملوا من خلالها منصة إرشادية هذه المنصة بيبعثوا رسائل للناس علشان الناس تعرف إزاي كأنها مرشد زراعي موجود مع المواطن أو المزارع السعودي اللي موجود في كل مكان طبعاً العالم كله ممكن يستفيد من هذه التجارب وأولاً يستفيد حاجتين الحاجة الأولانية هي استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة دي حاجة كويسة جداً جداً ومهمة للغاية الحاجة الثانية إن احنا الناس اللي بتشتغل ما بيهمهاش الجو ولا بيفرم معها الأجواء بشكلها إيه فتحية شكر وتقدير إلى رجال المملكة الذين يستخدمون هذه التكنولوجيا النهاردة بحلقتنا ليست ببعيدة عن الماس اللي هو اسم البرنامج أنا هقدم لحضراتكم النهاردة نموذج لرجل من ماس زي ما احنا بنقول ناس من ماس النهاردة معايا رجل من ماس هذا الرجل هو رائد زراعة وصناعة الجوجوبة في مصر من الناس اللي هم لهم باع طويل جداً جداً قبل أن يعرف أي شخص معنى الجوجوبة أو اسم الجوجوبة هذا الرجل كان هو الذي أتى بهذا هذا الزهب الأخضر بيسموه الجوجوبة دي بيسموه الزهب الأخضر لأنها فعلاً زي الزهب بالضبط في قيمتها ولما بتتصدر وبيطلع منها زيوت حاجات كتيرة جداً هتعرفوها طبعاً يعني مش هحرق الكلام لأن الكلام أنا مش ماناً اللي هتكلم الحقيقة هتكلم معاكم النهاردة الأستاذ الدكتور نبيل الموجي خبير زراعة وأول رائد زراعة الجوجوبة في مصر وربما في الوطن العربي هناخد طبعاً فاصل قصير وهيكون معانا الأستاذ الدكتور نبيل الموجي كان لكم معانا بعد الفاصل أجدل التحية لحضراتكم واسمحوا لي أن أرحب باسمكم جميعاً بضيفي في الأستوديو رائد زراعة وصناعة الجوجوبة في مصر هو الأستاذ الدكتور نبيل الموجي وهو أول من حصل على براءة اختراع في استخدامات زيت الجوجوبة في العالم أهلا بك يا دكتور أهلا سهلا دكتور نبيل البعض في مصر أو الغالبية في مصر لا يعرف معنا الجوجوبة عايزين ناخد فكرة عن الجوجوبة وبداية من اكتشافها هي النبات الجوجوبة هو نبات سامون نبات بري لأراضي قاحلة وشفر قاحلة نعم بالإنجليزة موطنه الأساسي هو جنوب غرب أمريكا وشمال غرب المكسيك ده كان نبات هنود الحمر نبات الهنود الحمر يعني اكتشفوا الهنود الحمر الهنود الحمر ده كان نبات الطبيعي بتاعه وميستخدموه في العلاج وتسهيل الولادة واستخدمات حتى بيشربوه نعم لكن بعد القضاء على الهنود الحمر ما حدش يهتم به طبعا إلا أن بداية السبعينات لما حصل نوع من اتفاع عالمي لمانع صيد الحيتان نعم فلاقوا كان البديل الوحيد لزيت كبد الحوت اللي كان يستخدم في الطب والتجميل هو زيت الججوبة يعني هلها كان ارتباط نفس التركيبة الفوائد اللي هي موجودة هنا هي الموجودة هي تركيبة بالضبط نفس التركيبة وبعدين جاءت حدرك 74 أزمة البترول وكان أحد بدائل زيت البترول هو زيت الججوبة نعم فابتدى العالم طبعا يزرعه يبتدى العالم يزرع فيه أمريكان يتوسعه في زراعته وإسرائيل برضو توسعت جدا في زراعته وإبتدى العالم يتقدم في الزراعة ويطور فيه زيت الججوبة زيبنا الحكي هي نبات نبتة برية أو نبات الأراضي قاحلة نعم وبينتج نوع من البزور تحتوي خمسين في المائنها على زيتها وزيت الجوبة زيت الجوبة مش زيت هو شمع سائل شمع سائل في صصورة زيت يعني حطه على إيدك ما يدهننش نعم فالإنحاء ليه مزات كبيرة قوي أنا الحقيقة يعني يعني اكتشفته إزاي أنا أقول لحضرك حال أنا كنت باشتها الحقيقة في السعودية ماسك واحدة من أكبر شركات برمجة في العالم العربي وكان طبيعة عامل تقتلنا سافر أمريكا وأرجع بين أمريكا والرياض يعني فمرة وأنا راجع من بوستن للرياض رأيت مقالة إن الزراعة تنظهر في مصر في أحد الجرائد كده طبعا بتشوف إيجيبت يعني على طول لازم تقراها بالتأكيد فقالوا إنها هي الزراعة تنظهر في مصر أنا قلت بلدي فيها حاجة بتوعاني أنا حساس ما في الزراعة نعم مافهمش حاجة خلص في الزراعة بس عاوز أعمل حاجة ما تكونش تقليل إياه أو قلت غيري لغاية كان دقاء الساعة 82 يوم الثلاثة سبعة خمسة خمسة وتمانين هاريت المقالة في جريدة الشرق الأوسط السعودية السعودية كان ساعة أهر ما بيجناش عشان كان بديفت وكده في كل مئة رأى الشرق الأوسط نعم صفحة كاملة عن هذا النبات ومزاياه وينسبنا حتى بيسموها الهوهوبة هوهوبة ليه؟ لأن النبات ده بتاع الهنود الحمر فكان ينتقل جي خا خوخوبة نعم والخا مبيش في الإنجليزي فسموها هوهوبة فالزرع هوهوبة أو الزوبة لكن الزيت جزوة ف لذلك بعد ذلك المقال اللي كان كاتبه أستاذنا الكاتب الكبير الأستاذ أنيس فانصور عن حضرتك كان بيتكلم فيه باسم الهوهوبة بالزبط دي الحقيقة كان مقالة اعتز بيه جدا كان يوم في يناير 2005 كتب ده أستاذ أنيس منصور مقالة كاملة عني قال فيها ده إنسان اللي عنده وطنية صدقة وإيمان عميق وأسرار عظيم وهو يزرع بتروع شقر الجوبة هو نبي للموجه الله جميل شهادة تاريخية الحمد لله يعني فولا حضرتك يعني قلت هو ده خلاص كان قام بأعمال مصر السفير كان صديقي جاب لي معلومات وأساس جامعة جابوا لي معلومات اختنعت تماما ورجعت مصر لـ 88 عشان أبتدي هشوف موضوع الجوبة نعم طبعا ما كانش فيه خارزة كانش خارزة لا كان فيها حولها حولها كان حضرت محضرة لوكيل وزارة الزراعة قال فيها إن إحنا رحنا للصحراء وفي الوادي الجديد عاوزين سباها خطامي زرعنا زرعنا إينا خسار فادحة فكانت خلاصة تجربتنا أن الأراضي الجديدة تحتاج إلى فكرة جديدة مظبوط فسألتوا عن الججوبة قال لي ونظامت الأغذية والزرعة الفاو عملوا مشروع لإدخاله في دول بعض دول الشرق الأوسط اللي هي اليمن سودان مصر تهونس والمغرب نعم روح قابل منصق المشروع كل ده كان لسه ما جاتش لأ كانت زرعت 85 في مصر اه ولا حالك مشروع اتدل 85 99 أنا روحت له في آخر 88 فقابلت منصق المشروع والله رحمه الدكتور محمود هاشم باروقي كان رجل عظيم وسعيدني جدا وكان عميد الأزهر ومستشار دكتور يشوف والي ومنصق المشروع الفاو لتخلج الججوبة سألته قال لي زرعتنا ثلاث أماكن بالججوبة وكانت نتائج باهرة لكن أنا مقدرش أقول لحد زرعته لأن ده نبات صناعي ملو السوق في مصر وآخر نبات صناعي كان القطن دخلوا محمد علي هو اللي عمل الصناعة والمغازل وبحالك بتقولوا شوف أنا هستخيض الله وحدرسه كويس قوي وحزرعه ولو نجح عمله صناعة في مصر نعم وجهنا الحقيقة لبعض المؤتمرات الدولية والمجالات العلمية فعلاً سافرت لفت العالم كلها لفت العالم اللي بيدرعه زجوبة لفت كل دول دول هي المنتشر فيها زرعة كل المنتشر درعته هو والحقيقة أمريكا أرجنتين كله وقابلت في أمريكا أكبر خبير في بلد اسمها توسونت في أولاد أريزونا او دي كلية زراعة هناك قابلته فقال لي انت عشان تدخل نبات جديد لبلد لازم تعمل حاجة اسمها اختبار إقليمي انت تزرعه وتتأكد من الناس ببلدك وبعدها تتكلم دي وده ينفعه ما تفعش نعم بالذات النبات الزجوبة ده عمل زي زي النخل في الدكر والنتاية او فإحنا مثلا يا لازم تزرعه يعني بيخضر للتلقيح للتلقيح الهوى وبس المهم انه هو ذكر وانتهي يعني تزرع بزرع ما تعملش اللي هيطلع فلازم توصل فقال لي تزرع بالبزور وتتأكد انه بدي يناسب بلدك من كل المجالات ناحي البيئية والزراعية والاستهلاك المية والعمالة والأمراض واقصادياته الزيت اللي هيطلع ده هل هو منافس للزيوت بتاع ببرة ولا تدرسك وايس جدا نعم ما فيش حاجة ما تزرع وقل لي ينفع فاستخرت اللي في مكة ثلاث مرات قلت هزرعه فعلا اشتريت أرض اسماعيلية وزرعته اول زرع يوم 25-23-21 25-21 قلت هزرعه اذا نجح انا بباله هستفيد اذا فشل نعم اعود على الله بس لازم امريكا عده من الشارع بالغرب على البغال احنا ممكن نعمل احسن ان شاء الله اكيد فزرعته على اساس ان هو لو نجح هزرعه فزرعته فالحقيقة جيت لقيته مناسب جدا حال بك انا جاي من خارج الصندوق نعم انا مش تعزرعه اساسا مزبوط فرش يعني اذا كده اخضر فالحقيقة درسته كويس جدا لقيته مناسب جدا للزرعه مناجح جدا طبعا بازلت موجود فضيعة كنت باعتبر كل زرعت حوالي خمسة ونص في الدن فيهم حوالي فوق خمسة الاف شجرة نعم لا تمانية و خمسة حوالي أربعة الاف شجرة أرعيها و أشوفها عساسا أتأكد ان هي فعلا النبات ده يناسبنا اقترحتي جدا بيه يعني اول تجربتك خمسة ونص في الدن خمسة ونص في الدن نعم زرعتهم وبعدين حدقته على سنة 96 ابريس 96 كنت لقيت ان هذا الزيت والنبات واعد جدا فقلت خلص انا هعمل شركة و جبتوا شركة و قلت لهم احنا هنعمل شركة هذه الشركة ممكن تقول عشر سنينية متكسبش ماليه بس نضيف لمصر حاجة نعم وفقه و أسسنا شركة و دخلنا أول مرة معرض صحاري في سبتمبر 96 نعم و حطيت ان انا الهوبة او الهوبة الزهب الأخضر أمل تنمية الصحراء أمل تنمية الصحراء الزراعة الزراعة و صناعة نعم و بطيت أشوف بقى النزيت ليه أوفاق طبية قوية جدا فا بحجم النزيتك مش متخصص يعني هل استعنت طبعا في عملية الاكتشافات دي بخبراء في الزراعة و الهوبة في كل حاجة حضرت في الزراعة سادزة الدكتور محمود الصرفي الدكتور بحوتاش باروقي أولا و رشح للدكتور محمود الصرفي وستاذ بساتين في جامعة بازهر و ده راجل يعني ساعدنا مع سعادات قيمة جدا دكتور مصطفى النحاس الله يرحمه و ده راجل في مركز بحوت الصحرة ناس بقى كتير حقيقة يعني يعني الواحد يعني يعني كانوا بيعيجوا عند حضرتك في المزرعة ويعملوا أبحاث ويشوفوا اه اه دكتور رحمة فؤاد يعني الحقيقة ناس كتير قوي كان بيعملوا شغل ويساعدوا و أنا يعني كان عندي مبدأ زكاة العلم النشر اللي عرفوا بقولوا الله جميل فأخذ بالحضرتك فكفيه طبعا ناحي الزراعية أنا مانتش حال وكان بيجي ناس من بره وعاوز أقول حاجة للأمانة دم ربنا الائد الأمريكان يساعدني جدا جاب لي خبرهم بره وكان بيبولي السفريات بره الله صراحة يا عشان لا حدول حق دي ناس مؤمنة بالبحث العلمي اه فالحقيقة فلاقينا الحقيقة لقيت بعدين حالاك لقيت الزيت طبعا استوريت بزور وعملنا مصنع سنة 98 للشركة فلقيتنا عصر البزرع لقيتنا الزيت ليه أصار طبية فظيعة نعم فروحت الوزارة الصحة اللي هي قومي الرقابة ومحوش الدرية لقيتنا إن الزيت اللي شوها ليه مضاد ثم من تشفر من الأبحاث والمتابعات وكده مضاد البكتيريا نعم يعني أنت بقيتك مضاد لتهابات كورتزون مفيش مادة تجمع بالاتنين آه كورتزون يا أنت بقيتك دي تجمع بالاتنين ياه جريبة واختراقها للجلد عالي جدا بتلحم الجلد يعني هولين هولين باورة عالية جدا يعني تنفع في الجروح استخدامها في الجروح شو حرك أنا بقول لك هذه الكلمة أحسن من أي مادة تستخدم إنسان حاليا في الجروح والحروق في الجروح والحروق خلاص فعملنا الحقيقة روحنا وكان فيه يعني الحقيقة يعني دكاترة كتير ساعدوني أسادزة في الصيدلة وعملنا أبحاث دي على الشاشة دلوقتي فيه البراءة اختراع موجودة على الشاشة آه دي الأدوية اللي احنا عملناها ثلاث أدوية بقى حد الشركات الكبيرة في 6 أكتوبر دي كنت أول براءة في العالم أول واحد ياخد في العالم براءة اختراع على أثر الطبي لزيد الججوب الأثر الطبي لزيد الججوب آه وحولي حضرت جات إزاي قال كتبها حضرت المؤتمر في أمريكا نعم عن النباتات الطب الجديدة نباتات الصناعية الجديدة نعم ومنها الججوبة فبقول لي واحد بحيث أمريكية عقر كده طبعا بقول لها البحث الطبي في مصر مكلف قلت لي مكلف إيه من تعدوك جابزة الفل خريجي الجماعات الأبعاء الماجستير ودكترا معظم أبحاثهم بتحطها الرفع عشان مش وقع أي شجحهم شوف حيعملوا فيك ايه شجعت الشباب في الطب الشباب زي الفل نعم هم اللي جوا براء اختراع دي الله جميل واحدات كمان بتنسب الفضل لأهل ودي حاجة عظيمة هم اللي عملو أنا شجحتهم وديتهم الزيت وحمستهم وجبت لهم مراجع كلها يعني الحقيقة الزيت يمكن في صورة معروضة دلوقتي اللي هي زيتنا دي إزازة الزيت المعروض زيتنا اللي إحنا صدرناه ليابان معجبين جداً به وهذه الزيت مكتوب عليها هدية من الصحراء المصرية لبشرك لبشرتك وراء وشعرك الله والتحت مكتوب كلما زاد استخدامك لزيت الجوبة كلما زادت الصحراء المصرية خضرة صنعة في مصر ده شيء عظيم يا دكتور يعني الحمد لله يعني حضرتك كمان رفع اسمه مصر إن شاء الله حاجة جميلة فعلا إلى أي مدى كان العالم يتقبل لما بتعرضه برة هذا المنتج المصري العالم كان بيتقبله زي شوف أقول لها ذك حاجة الدول اللي بتزرع الجوبة في العالم محدودة نقدر مثلا هناخدك هنا أستراليا إسرائيل مصر في بعض دول عبدالت تزرع على خفيف عندنا أمريكا عندنا بيرو أرجنتين و بيرو أرجنتين وشيلي دول اللي زرعوا في الجوبة في مجلس دولي للجوبة المجلس الدولي هزير الجوبة أنا العضو العربي الوحيد فيه العضو العربي الوحيد في هذا المجلس يعني مش حد مصري فيه خالص أنا العربي من 9 إلى 90 أنا عضو فيه نعم بصر حاجة محتاجة صرف واحدة نعم وأنا مصرف كويس فعرف حضرتك فعرضت عنا لكتماع كل سنة مجلس إدارة فعرضت ايه أنا بشجع أبحاث في كل مجال نعم وعملنا مجالات كتير قوي عرضت ايه اللي احنا بصننا لك وأبحاث العالم كل بيشتغل الجبع على التجميل اه احنا فتحنا مجالات تانية يعني كل العالم اختزالها في التجميل بس اه انا فيه لما كنت في أمريكا كان يقولك لا توعيد اختراع العجلة don't reinvent the wheel وانت حالك عملت عجلة طب ما انا اعمل عربية بقى انا خلينا عمل عجلة فانا قلت يا عالم بشتغل في التجميل احنا نيه ما نشتغلش في حاجة تانية نعم دخلنا مجال الطبي وعملنا أدوية وعملنا براءة اختراع دخلنا فيه مجال المبيدات الطبيعية المبيدات اللي هي الحشرية وكده وعملنا برضو سجلت في وزارة الصحة في وزارة الزراعة بالأسف كلفني تسجيل فوق المئة ألف مئة خمسية ألف جنيسة تسعة وتسعين رقم كبير برضو في التوقيدة والله مستفدتش بحاجة بس انا فتحت سكر غيري حيكمل نعم ان شاء الله طب هما يعني شوف حدك الكلام ده من فترة طويلة اه يعني هل في حاجة ترتبت عليها يعني طبعا النهاردة عارك الزراعة دي في شركات كويسة طلعت حاليا بس طلعوا بتأخر يعني لما تأكدوا هم هيكسبوا نعم في المعين اللي أعتقد بعدها 2010 المشين كويسة أوي والزرعة باتتكسب كويسة أوي وتنس تفتح حفاق جديدة ليها اه يعني مجال حلو جدا للبحث العلمي وللبتاع ده فأنا عاوزة كامل حدك يعني الفضل حدك فعملنا أدوية وخدت عملنا موبيلات وعملنا أبحاث ان ندخلوا في صناعة الـ اسمه إيدا الكويتش في صناعة البلاستيك تشميع الفكهة للتصدير حال فأنتيك تصدر مثلا المنجا الطماطم البرتقان التفح لازم تشمع نعم بيشمعوا ببرافين برافين ده مادة كيميائية جدت شوفة طبيعية يعني مش مضر حتى خالص مش مضر بالعكس ممكن يعني محد بحوث البترول طلعوا شامع الزجوبة يسمعوا الطماطم خمسة اربعين يوم في حالة الغرفة جامعة الملك فيصل بعتلي صور على البرتقان والتفح بعد ما سابوها ثلاث أسابيع برتقان عطل إلى الزجوبة زي ما هو ما فيش حاجة نعم وهم شغالين عليه كويس فالحقيقة بيت أخش أشجع الناس تزرعها وأضمن لهم تسويق المحصول وعملنا مصنع وننتج الزيت وعملنا سجلنا منتجات نشع عارفوا طيرت صحة ونزلناها السوق يعني حاول أول نبقى الزيت بقى نبقى ونعرف الناس بالمزايا بتاعته ونخش المعارض بعدين الحقيقة ابتديت إن أنا أفتح مجال مع الدول العربية نعم رحنا بقى زراعنا في ليبيا نساحة وكانت طبعا نهيج باهرة في الكفرة نعم تان رحنا العمان في هناك كان عندهم وهم في المنطقة اسمها نمر بيتطلعوا البترول من هناك فكل ألف برميل بيتطلعوا لتمنمية منهم مية ملوحة عالية فيها قوي ففيه الشركة ألمانية هي اللي بتقيم بالحفر والتوقيت هي بتستخلص بواق البترول من المية والمية اللي فضلة بتحاول نتصرف فيها حاول يزراعوا حاجات ما عارفوش اقتراحنا عليهم لو ما يزراعوا الجوبة كانت النتاج باهرة زرعوا الجوبة المية ملوحتها سبعة تلاف جزء في المليون سبعة تلاف جزء في المليون مية تشرب 400 أي النباتات العادية لو بعد ألف ألفين تتعب مظبوط دي نجحة نجاح باهرة فإن شاء الله بتوسعه وإن شاء الله ماذا برضو أنا كنت عايز أعرف من حضرتك برضو يعني بمناسبة هذا يعني في هذا السياق يعني إيه هي مواصفات الأرض التي تتطلبها زراعة الجوجوبة ومزايا الجوجوبة ومزايا زراعتها ما هتكلم عن المزايا ماذا الأرض هيك يسموها أرض خفيفة جيد الصرف أه أرض خفيفة جيد الصرف يعني الأرض السودة ما نفعش لازم تطلع أرض صحراوية هتطلع لا مش مهم يكون خفيفة جيد الصرف طبعا الصحراوية طبعا ممتازة لكن قصدي يكون خفيفة جيد الصرف لكن الأرض اللي ما هي تمسك فيها هيطلع بس يكون انتاج ضعيفة أه فاستحسن إنها يكون أرض خفيفة جيد الصرف الملوحة تستحمل ملوحة يعني النبات بيستحمل ملوحة تقدر عشرة هلاف جوز في الملوحة نعم فبيستحمل ملوحة طب الأراضي اللي بمصر اللي حضاك شفتها تصلح لزراعة الجوبة إيه؟ فين؟ أي المحافظات يعني؟ كل ما شو هولي حضرتك حاجة عشان أكون أمين معك آآ نباتة الجوبة مناسب جدا للصحراء مش كندرية لأسوان المهم يكون صحراء آآ ومن العريش للسلوم نعم لكن هولي حضرتك حاجة نباتة الجوبة زي أي نباتات أداء الأشجار اللي فيه قد تختلف من منطقة لمنطقة نعم بالمعنى إيه؟ بالمعنى مثلا زي لو خدنا الرمان مثلا منفروط أحسن أحسن مكان مظبوط مظبوط المانجة سماعيلية مثلا 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 مانفعش في رمان منفروط مزبوط مانفعش في اسكندرية مظبوط فإذا إحنا عشان نعمل الجوبة بحتاجين نعمل نوع من يعني خطة في خطة أنا بقتحق تراحها عليه في الآخر طب أنا برضو كنت عايز فرصة كويسة أوي نسياتك موجود معايا أول حاجة نأخد نعرف الجوجوبة بتاخد فترة زمنية قدي إيه في الأرض عشان تبتيل تطلع إنتاج ممتاز النباتة الجوجوبة طبعا زي قدتك أنا لما زرعت سنة آآ 95 زرعت والبزرة ونقيت أحسن في بكر وانتايا نعم نقيت أحسن أمهات وبتيلت تطلع الشتلات بتاعتها عشان اللي يزرع ياخد شتلة مؤنسة عالية الإنتاج نعم الشغال أخدت مني كم سنة عشر سنين عشر سنين عشر شغل وصرف ده بالنسبة لحظاك في الجولة الأولينية بقى يعني الأولينية خالصة دي عشان أثبت إن هذا النبات مناسب لمصر وفي حاجات تزرع منه كويسة نعم النبات اللي يمتزرع هو نبات معمر بيقعد في الأرض ممكن مية وخمسين لبتين سنة مية وخمسين لبتين سنة أنا شفت الشجر ده زيت زيتون متهيقلي الزيتون والنحل زيتون بيقعد نفس العمر ده زيتون بيقعد نطول كمان يعني في شجر زيتون ما شاء الله يعني تلتونية ربعية سنة يا شجر معمرة شجر معمرة فهو هنا البتاعة ده الانتاج يبتدي من السنة لو الشتلات كويسة يبتدي من السنة الثالثة الرابعة السنة الثالثة الرابعة اه يزيت بقى الانتاج معاك حتى يصل إلى اسمه ايه ده مثلا الانتاج الأقصى في السنة السنة الثالثة السبعة الثالثة الرينج ده خلاص بقى ويكمل بقى نقول مزايا النبات لا قبل نقول مزايا النبات وأنا عايز أشوأ المشاهدين للمزايا النبات الحقيقة قال لينا عرف برضو التكلفة المالية لزراعة فدان جوجوبة الفدان بيبقى فيه كم شجرة أولا ثم على مدارة ثلاث سنين كم يتكلف المزارع اه شو حالك الفدان أنا ابتليت فدان المساحة لما زراعت أول مرة زراعت مساحة ضيئة جدا عشان أعوز أكبر عدد أمهات نعم وصلت بعد حوالي تقول لحك عشرين سنة اللي أنسب بزاعة سراعة هي أربعة في اتنين أربعة بين الخط والخط واتنين بين النبات والنبات في الخط الواحد يبقى أنا عندي في الفدان خمسمية خمسة وعشرين شجيرة نعم هاي شو جايرا مش شجرة أنا سموها متعداد السيقان مش ساق واحد فنحتاج مذكر بنسبة حوالي عشرة أو اتناشر في المئين عشرة أو اتناشر في المئين ده للتلقيح للتلقيح تلقيح أن تريد الهوى بس بالهوى؟ الهوى بس لأن النباتات المؤنسة ليست لها لون ولا رائحة فهي غير جاذبة على الحشرات بالظبط فالهوى والهبوب اللي قاح بتطير من المذكر يعني بشكل جنوني طب توقيت الزراعة صيف ولا شدة؟ ممكن الزراعة في أي وقت يعني دي مش مرتبطة بموسم بموسم بس هي استحسن بلاش الوقت اللي فيه برد جامد فيه صورة على الشاشة كده حدوك عايزيننا طب ايه الصورة دي؟ دي الأدوية دي الأدوية طب دي خلاها في المزايا بقى المزايا اه اه نكمل المزايا المنتج وفيه واحد صورة تانية بعدها؟ اللي هي المفيدة زيت اللي هو جاء في اليابان لأ دي بقى الصورة دي دي تركيب كمائي لزيت الشوبة برضو رف التصنيع في المزايا مزايا دي تركيب يعني تركيب إلهي فريد لأنه هو مطابق تماما للسائل تحت الجلد اسمه السيبة الله فهو لقدر راح بيتحرق فتلاقي لا ساعتي لو ما فيش دوة تاقق عامت بقى لالت كده بظبوط السيبة بنشر فى الجسم ده خمية فما تحط انت لو تحرت وحطيت الزيت جوبة على طول خلاص لاحد بقى لقول أحزابك ده في العلاج ده حاجة خليلية مش ممكن يا دكتور ده ايه ده ايه في العجاز ده فالنبات بينتج بالسائل ثالثة وماشى الله بيعب بقى يعني ينتج بقى التكلفة المالية بقى التكلفة المالية الفدان حتاكي يتكلف فأنا يعني تقديري أنا عشان فى المتوسط يعني اه ما اولا الزراع من اول ما تزرع طبعا انا بفترض ان الارض بشيل ثمن الارض وبشيل ثمن بير المياه مظبوط فاحتاج حوالى ممكن ال 4500000 جنيه اللى اربع سنين على مدار الاربع سنين وبعد كمش تزرع شوال لي من جيبك خالص خالص اه وحتسترد كل اللى انت زرعته فى السنة ال60 فى السنة ال60 لان انا كده ه � Douce يعني اكسب من السنة ال60 لا انت هتكسب من السنة الربعة هتاخد اكثر من اللي صرافته لان الا 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 قصير لان على مدار السنة الربعة غادة ا感 penguin انت صرافتو فى السنة الربعة مسر مسلا بس يالك 20 قناة يبدأ أكسبت 8 مظبوط في السنة الخمسة أكسبت مثلا 18 في السنة الستة أكسبت 28 مجموحهم يغطي اللي أنت صرفته كل الست سنين ده من غير تمن الأرض طبعا غير تمن الأرض وغير ده من يجدعه مظبوط الأرض يستمر ما هي ميتها بتغلق أكيد طبعا طيب حضرتك مزايا بقى الجوبة أنا عارف نفسك تتكلم في المزايا مش عطش المشاهدين أفتر من كده معشوقتي نعم أولا النواة الجوبة في أي حاجة في الدنيا أنت لازل تشوف هل لك ميزة نسبية فيها ولا ألا يعني حدوى واحد عن صوته حلو بيغني بقى ميزة نسبية بيرسم رسام نعم جوبة تزرع في مصر مصر فيها صحرة كتير قوي مظبوط وأرض اللي هي جاية الصرف دي مليانة فنواة الجوبة نبات احتياجه للميا قليل جدا نص النبات العادي وإحنا دولة فقيرة ما إيه شوف عليك في حاجة في الزراعة حتى أنا حتى في المحاضرات بقولها لكل الناس بحد شي يقول لي فدان يجيب كام فدان مانجة يجيب كام نعم كلام ده كان ما أيام كان عدم مياه كتير وأرض الليلة النهار ده إحنا رحنا الصحراء في أرض كتيرة ومياه ليلة بالظبط عاوز أقول متر المياه مع المانجة يجيب كام ومتر المياه مع الجوبة يجيب كام بالظبط كي أنا عز عزة من العائد بالمياه مظبوط متر المياه مع الجوبة على الأقل خمسة جنيه على الأقل خمسة جنيه العادي خمسة جنيه يعني منجة بشفية كلك خمسة جنيه آه نعم ستة جنيه سبعة جنيه لو صنعنا كمان وصلنا لعشرين جنيه واكتر يبقى إذا العائد احتياجه مياه ليل العائد المالي أعلى أعلى أنا زراعة سنة 91 النهار دا احنا في كام يعني 2021 30 سنة مرة شتش ولا مرة مبيت ولا مرة ولا مرة يعني هي زراعة أرجانيك طبيعي مش أرجانيك يعني هي قد يجي محاجة في المستقبل ما عرفهاش آه يعني ما عرفش يعني نخل جنة السوسة فأنا معرف بس قد الوقتي الحمد لله ما فيش ما فيش حاجة لسه ودي ميزة بيئية وتكلفة مظبوط يعتقد الدكتور الأنسب في المرحلة الحالية كمان لتعمير الصحراء لأنها مش مكلفة زي ما حضرتك قلت يعني ناحية المياه أنا هقول لحضرتك حاجة يعني ها في النهاية هقول لحضرتك يعني حلمي لبلدي إيه مظبوط ناخد المزايا الأول كما زي فقلنا حضرتك ماء ليلة نعم مفيش أمراض مش هعاوز أعمالها كتير أعمال مكلفة مش هعاوز أعمالها لا مهرة ولا كتير البزرة بتاعتها بتوع الأرض يعني محمية قوية تجمعها النهارة تجمعها بكرة بعد شهر بعد ثلاثة ما تبصي يزرع بالبزرة أولا بالشتلات لا بالشتلات المحصول اللي يعني مثلا كان عندي محصول عنب فجيه العمال بيجمعه هم قلت بكرة مش جايين إلا ما تزوده اتنين جنيه مقدرش هسكت لأن إذا سيبتوا على الشجرة حيبوص مظبوط لكن لما يجي أنا النهار الزبع حد قال لي مش حاجة بكرة قال في السلام يا حبيبي الزبوع جاي للشهر اللي بين الجماعة وفيش مشكلة مش هتفرق ففي مرونة في الجامعة الثانية اللي بعدين المصر من أنسب وأرخص دول العالم في زراعة الجوبة أنسب وأرخص نعم إسرائيل أمريكا أرجنتين أستراليا وعندنا قدرة على التمسع أراضي كتيره أراضي كتيره وبعدين الجوبة ممكن بيستحمل الملوحة إلى درجة إلى عشر تلاف جوزة في مليون صحيح أنتك بيقل مع ذات الملوحة لكن بيستحمل الملوحة نعم ودي ميزة عندناها مية مالحة كتير ثلاث تلاف وربعة تلاف وخمس تلاف مصم مناسبة جدا للجوبة دي جدا دعاية فدي ميزات كده فأقول لحك زائد إن الجوبة لو أخدنا الجوبة البذرة وأنصها زيت خمسية في مية منها زيت نعم وخمسية في مية منها الكذب نعم الكذب الكذب اللي هو بتاع العلف لا زي علف بس ما أحاول الحراج يعني اللي هو التفل يسموه التفل أو كذب نعم فده بس إنما نوعصر عشان نعمل حاجات طبية ما نقدرش نتكع في العصر القوي بيطلع حوالي أربعين في مية والي بقى ستين في مية الكذب نعم الكذب ده إحنا قلنا نسية الجوبة هو بديل نسية كباد الحوت مصبوط فأحد الأصدقاء الأفاضل كل استخدالها ضمعة قايرة قال لي الأحماض الأمينية اللي موجودة في كذب الجوبة أكتر كائن حي يدري كالصرها هو السمك يبقى علىها في السمك مش عارف موضوع الجوبة بديل زي كابد الحوت بس كذب الجوبة في مادة بتسد النفس اسمها سيمون دوسيني يبقى بتفتخدم في التخسيس هاي وابتغل عليها براءة اختراع في أمريكا التخسيس وبيستخدمها بوش ربال اللي عايزين يخسوا بقى كويس وبيستخدم في بلجيكا بيعلوا أبحاث عليها بتمويل ألماني لعلاج سرطان المعدة إذا ربنا كرم فيها دي يعني أترى حياتي بقى خطيرة جدا خطيرة جدا اللي عندنا مشاكل في المعدة والقولون الزبط العفاء دي إلحادة كلتا لا قولون العصبي علاجه سهل بججوبة يعني كده هي بتعالج الججوبة معلقة ججوبة خلص بوضوع القول دا استخدامت قد إيه بقى مراحل زمنية قد إيه من العلاج دا بالليل معلقة كبيرة كاميوب خلص للزيت عادي ولا في زيت مقصصة كده زيت ججوبة معلقة كبيرة كده خلص سؤال يا دكتور بالمناسبة يعني دلوقتي أنا عندي إزازة ججوبة تمام هل هي نفس الإزازة اللي تستخدم للعلاج هي نفس الإزازة اللي تستخدم للشعر أما يجدعب الشعر طبعا لا 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 أنا بتكلم للناس اللي عندهم شعر وتستخدم لكل حاجة ولا لكل شيء مقصص ديها كل شيء طبعا كل مثلا دوا بتعمل بتضاف علي مادة خاصة تانية نعم يعني مثلا عملنا للسينام بنعمل دوا مثلا للدو كيين مثلا البشرة بنعمل حاجة زينك زينكوصايد مثلا بالنسبة للحب الشابية سلسيلك أسيد يعني كل حاجة طب دي موجودة في الصيدليات ولا بتكون موجودة عند العطارين لا لا الصيدليات فيه زيتج وفيه منتج واحد من الثلاثة أحدك شفتهم واحد فاضل هو بس اسمه الجوجال ده موجود في الصيدليات الباقي احنا فيه دوا اسمه رشا دوا اسمه سورانا رشا ده عشان التهابات كوفيل أطفال والساعات النموس والأروق والحاجات دي نعم انتجناه بس بعض دفاع احنا مشكلة عندنا في مصر برضو التسويق لا مش تسويق اه انت لما تسعر دوا في زارة الصحة لو زارة الصحة هي اللي بتسعر مزبوط الدوا ولو سعراته ما تغيرش السعر يمكن دلقة تبتدوا يغيروا لكن سيسعة وتسعين ما تسعروا ما رضيش يغيروا السعر ما هو تلوقتي فيه تكلفة بتزيد طبعا اعتقد تلوقتي في نتيجة ان احنا وقفنا انتاج الرشا وقفنا انتاج السورانا عشان احنا بنخسر الرشا ده ليه بديل في السوق جاي من بره اسمه ميبو اسمه ميبو بيباع حاجة بتلاتين جنيه احنا كانت باع عندها بربعة جنيه ونص ورفضوا يغيروا السعر لو خلوا السعر مثلا خمستاشر عشرين ما تغسرشوا في نفس الوقت هنمسح الدواء الاجنبية وحنشجع صراع مصرية وحنرخص على الناس وانا باعتبر ده استغاسة ده فيه اكتر من كده فيه حاجة اكتر من كده فيه دواء تاني عملناه دخلنا نسجله سنة 2002 اللي بوساد تعالج الشرخ الشرجي دون حاجة للتدخل الجراحي جميل عدنا سنتين اختبارات صدرانية قاصة المرضى السكر اللي هو حدة الجراحة بالنسبالهم اه اه مهم فبعد طلبوا اختبارات صدرانية اوكي بعدها ده اختبارات اكلينيكية على البشر عملنا واحدة واثنين وثلاثة واربعة الاخر حاجة كان لغاية الدكتور اللي هو سنة 2009 قال عاوزين نعمل اختبارات اكلينيكية على البشر في ثلاث جماعات وكل جمعة مية حالة فعملنا في جمعة القاهرة وجمعة الشمس وجمعة ايه المنوفية نتائج باهرة وماجستير ودكتوراه وبعد عشرة سنين من التسجيل قالك مقدرش يسجيله لك لان ده ليس له مسيل في الدول المرجعية احنا اول ناس نعملو في العالم طب ايه كويس ايه المشكلة يعني ده احنا ممكن نصدره للعالم ده كان ممكن يفتح افاق لان احنا ما جربناه على الناس نتيجة باهرة والله يا دكتور احداك بتحزني يعني ايه ايه مدى العقليات بشكلها وبعد ذلك انا لما ايه اصف حاجة وما زلت احاور بعفر وبحاول ازود المساحات اللي الزراعة يعني طالما حضرتك الابحاث نجحت على كل الحالات اللي هو المطلوبة ايه اللي عقبه في الناس بقولك ايه مالوش مسيف الدول المرجعية طب يفرض الدول مابتزرعش النوع ده او صنعش ده طب بالعكس ده دي ميزا لينا طبعا ميزا لينا يعني انت ممكن تصدر للدول دي شوف حاجة هذا الدول لو اتعمك ونحن تصدر منه بمليارات الدولي ممكن مش ملايين المهم فشوف حاجة ده طبعا حاجة يعني الواحد بطبعا بيشوف عقبات كتير لكن انا مهمنيش برضو مصر ان انا اكمل مشواري وافتح افتح افاق تصنيعية وارفع كفاة انتاجي يعني حاجة انا كل شوية بزرع منطقة وطور زراعتي بطور جيل اتنين تلاتة اربعة حساسنا ارفع انتاجيها الاقصى ممكن سؤال مهم جدا دكتور في وقت تشهد فيه مصر المشروعات القومية واحنا يمكن كنا مصطلح المشروعات القومية كنا نسيناها فترة طويلة من الزمن العية بدأنا نرجع لها دلوقتي بدأت اسمح حاجة انا اسمح المشروع القومي لانتاج التقاوي المشروع القومي للطرق يعني مشروعات كتيرة لماذا لم تتقدم بدراسة بحيث تكون حريصة على اصولها للسيد الرئيس شخصيا على مشروع قومي لزراعة وتصنيع الججوبة في مصر شو هارك انا الحقيقة ده حلمي يبقى اولا كده لم يستبع الحلم انتو حضرت انا الحقيقة حضرتك مش عاوز بول مشروع قومي عاوز بول مشروع يعني مشروع زراعة وتصنيع الصحر انا قلت زي وقلت حضرتك احنا النهاردة انتاجنا بيوصل مثلا ممكن يوصل طن 700 600 700 800 900 اقصى حاجة الليهود بيوصلوا اتنين طن اتنين طن واتنين طن ونص احنا لازم نوصل زيهم عشان دلوقت هده ننافس فهنعمل ايه انا عاوز اعمل زي زي ما عملت حضرتك انا اختبار اقليمي بس على مستوى المحافظات على مستوى المحافظات كل محافظة نزر عميد فدان يبقى حضرتك بتتبنى المشروع القومي بشكل شخصي بقى بشكل فردي لا انا عاوز مقدرش اعمل لوحد لازم جهة جهة سيادية تخش معايا فيه اكتبر كلام حضرتك ده استغاث القوات المسلحة حاولي حضرتك ايه بقى حاني عاوزين نزرع عشان ميت فدان نجيب الشباب بتاع الجامعات اشتغلوا معنا نعم الجامعات ونقول لهم خلال الاربع سنين او اننا قلنا احسن شجر خاص بكل محافظة اللي هو اعلى انتاجية نعم قد تكون تختلف المحافظة لمحافظة نعم حضرتك المسأل بتاع منفلوت فحنقف بمسأل عاوز السعيد لانه محتاج انام السعيد السعيد عندهم زهير صحراوي عندهم ما يتصرف الصحي عندهم شاب عطلان مظهوب الشاب عطلان الصحرا الله سلاسي ده يعني فعلا موجود هنجيبه وهنزرع ميت فدان وبعد كده الشباب بتاع الجامعات هنا قلنا احسن شجر هنديه بدل انتقال في الفترة الاونية نعم لكن بعد ما نعمل بقى الاشجار الصحي اللي بتنتج عالي كل محافظة الزعلاب اللي عاشر تلاف وعشرين وميت فدان حتى مصبوك والشاترات اللي تطلع الشاب اللي اشتغل فيها ياخد في الوسعادة يعني حتى الشباب فيما بينهم ممكن يعملوا شركات عشان التسويل ممكن ممكن اه فيما بينهم بعد كده بقى الناحية التانية طب المحصول ده هنرو اعمل بايه انا حاوز احول زيت الجوبة الى زيوت محركات وزيوت الصناعية وخمات الصناعات الله جميل طيب هنعمل مش موجودة عنده لسه احنا عملنا اضافات زيوت محركات انا عاوز اعمل تشجيع للشباب الشباب الجنظة في الجماعات زي ما انتفقنا مرة فتت او ما قولنا ان احنا خريجي الجماعات بعين مجلسير ودكتوراه انا حروم تعالوا اشتغلوا معنا في تحويل زيت الجوبة الى زيوت صناعية وزيوت محركات وخامات او شو يحوهم لعربات الكهرباء هناخد وصفات من شركات البترول او مؤذرة البترول ونديها للشباب دول اللي حينجح ان هو يوصل بتحقيق هذين المحوظفات هنديه جنيه على لتر من 10 سنين او كيلو نعم يعني ايه لتر يعني الطن حيبقى فيه ألف في ألف جنيه بقى ألف جنيه في 10 سنين بقى 10 ألف جنيه رائع لو احنا وصلنا ان احنا نزرع ألف فدان او طلع ألف طن زيت ألف طن زيت وده من ألف فدان بعد التطوير إن شاء الله يبقى ألف الشاب هياخد كم ألف فعشر تلاف عشرة مليون جنيه ومصر عدد خمسين مليون جنيه وهتخلص ميت الصار في طريق صادية لسه بقى عندنا او ده استصمار حتى الميت الصار اه لسه عندنا الزيت اللي هيطلع في الصناعة نعم في صناعة الكويتش هايل في الصناع يعني في الصناع في الصناع في الصناع في الصناع ليه مشتقات عديدة بالضبط عندنا الكوزبة اللي بتحول إلى علف أسماك طب افرد أنا حاصل عماية الصرفة ونفعش أحوله علف أسماك أنا حاليا بستورد مكانة من الصين تحول على الكوزب الجوبة إلى فحم نباتي فحم نباتي ليه ميز يعني بزر الجوبة وزناها حوالي جرام جرام ونص نعم هاداك لو لو ولعت جرام ونص بنزين قدي كم ثانية؟ خمسة ثوانية؟ ممكن اهو بز الجوبة اللي وزناها جرام ونص هتوقت مولعها ست سبعة داية لهب أزرق ممتاز هيوفر في الفحم الفحم اللي بيطلع من كوزب الجوبة بيبقى مولعها اثنية أربعين دقيقة من اليابان اللي الصيني هم عملي اختبارات وانا حاليا خلاص بفتع اعتماد عشان استورد عشان بعد كده كل اللي بيعصر الجوبة ياخد الكوز بيحوله اليها نعم اللي هو عماية الصرف يا الماية الحلوة يروحها على الفحم مطلوب ايه يا دكتور من كل المحافظات مصر عشان نقدر نوصل بالمشروع القومي يعني انا على الهاوهاو بتبنى هذي الفكرة مع حضرتك ايه المطلوب من كل المحافظات عشان نقدر نخليه مشروع قومي بعيدا عن الحكومة كمال هو لازم جهة السيادي عشان نتخبق اولا ناخد مية الصرف ناخد مساحة ميد فدان وتساعد على يعني اعاوز اولي السياديك حاجة طب ايه المية الصرف حضرتك كده كده بتروح في الغابات الشجرية وبعدين الدولة بتضطر تعمل معالجة ثلاثية وقصة طويلة عشان انا محتاج معالجة اولية او ثنائية اه يعني تبقى الاسم ايه ده الكود المصر للاستخدام ايه الصرف الصحي المعالجة احنا مدرجين نمر واحد في المعالجة الاولية والثنائية والثلاثية انا عاوز ثنائية اللي هي مش مكلفة اولي وازرع بيها الشجوما وتجيب لي عائد كبير جدا وتفتح تفتح حضرك امل للشباب وبعدين زاوتاك حضرت في البزرة اللي هي عشرة غلافة الغلاف ده اكتشفنا ان هو فيه ثلاث مواد بضادة للاكسلة جميع انتي اكسس طبيعي الاكتشافها مين الخرفان عندي خرفان واحد كان عامل عندي جاب خروف خروف كان بيكوحوا حالفوا البلع نعم وبينظفوا البوزوفة بيرموا القشرة ما كانش عافلوتس يجيب اكل فالخروف خرفان نزلت على القشرة اه في شهر بقى ما شاء الله زا الفل جاي على العيد الدبح يعني عشرة تاعه بيستخدم العلف برضا او استخراج امضات الاكسادة دي عابدول بيجري وراها الزهاية مروا الحاجات دي كده الورق حضرت اريد بحث في المؤتمر الدولي التاسع عن الججوبة ان الورق الججوبة ممكن يكون مضاد لنيماتودة دي ديدان بتأذي جيزة بتعمل حواصلات وجذور النبات خلي النبات يموت نعم يعني مسلا رشيد زراعة الجوافة اندثرت فيها من تحت راس النيماتودة مزبوط انا جبت شجرة زاتونة عندي فيها النيماتودة هما كانت ثلاث شجرات الحقيقة او شجرتين عملت حفرة وطولهم عملوا حفرة هنا اربع حفر ودلعنا في كل حفرة غلق ورق بس وفلنا عليها بجأت زي فولتر دكتور انا الحقيقة زعلان جدا الوقت الجميل بيمر بسرعة يعني كلامح البصر الشعر يقولك واتروا ما فيه من عائب سوى انه كان مرة كلامح البصر انا بشكر حضرتك الحقيقة الحلقة دي مش كفاية احنا يعني اناخد وعدة من حضرتك طبعا يوكلونا حلقات تانية جديدة انشاء الله وانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور نبيل لايه كلمة واحدة الفضل بنتدي محاضرات للشباب في المينيا وبعدين باخدوا مزرعة ومصنع في دورة يعني نعم بعد الدورة سألوهم يكوا ايه بعمل شافوا كده نعم قبل الججوبة كانش عندنا امل في مصر بعد الججوبة عندنا امل في مصر نظر على الامل نحن نظر على الامل اه شكرا جزيلا يا دكتور اه بشكر حضرتكم شكرا جزيلا على ساعة صدوركم وحسن المتابعة والحقيقة انا يعني انا بوجه استفيد من كلام الدكتور ان انا بوجه استغاثة احنا تعودنا دايما ان احنا كل همومنا مدنويها على القوات المسلحة انا بنرمي همومنا على القوات المسلحة ونقول لهم انتم حماة هذا الوطن ارجوكم تدخلوا واني تعمل مشروع قومي لزراعة الججوبة من اجل حل المشاكل الصرف الصحي والعديد من المشاكل والبطالة وغيرها 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 شكرا لحضرتكم وقلقاكم ان شاء الله على خير لكم مني اطيب وارقى الامنيات وتحية مصر